تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 وسط أقبال جمهري كبير تتلوع الفعليات التي تشهدها أروقة المعرض ما بين الندوات التثقيفية والفعليات الفنية بالإضافة إلى العديد من الأنشطة بمجرد أن تطأ قدماك معرض القاهرة الدولي للكتاب تستقبلك هذه الفعليات الفنية التي تأتي ضمن 500 فاعلية ثقافية وفنية بالمعرض الذي شهد إقبالا كبيرا من محب القراءة والمعرفة ليتمتع بجولة ثقافية وترفيهية بما يحتويه من كتب في مختلف المجالات وأنشطة أيضا خروجة ممتعة بكل النواحي الثقافية كاستفادة إحنا لنا كجمهور وكفنية إحنا والشعوب التالي نتعرف على الثقافات بتاعتنا إحنا شفنا الثقافات زي ما بقول لحدك الأردنية والصعودية هناك وهنا هم شافوا كنا وقفين وهما جنبنا وإحنا بنا تشوف الترنورة والحاجات المصرية بصراحة المعرض جميل جدا والأحداث فيه جميلة والفعاليات اللي جواه جميلة جدا وأنا استمتعت باليوم فيه النهاردة طبعا القاعات الجديدة جميلة جدا وأنيقة قوي وتليق بالمجتمع الثقافي كمان فيه تشجيع كويس جدا وجذب كويس جدا للسياح هنا شايفة كمان إقبال غير طبيعي في المكان فالحقيقة الفعاليات جميلة جدا ودار النشر جواه بصراحة أكتر من دار كمان عاملة احتفالات رائعة جواه والاحتفالات كمان اللي بره ممتعة جدا المعرض في دورته الرابعة والخمسين لم يكن فرصة للجمهور المهتم بالثقافة فقط بل كان نافذة للمبدعين والناشرين والمهتمين بصناعة النشر والطباعة للعمل على تسويق الكتب وتحقيق رواج لها بعد أن قدمت الدولة كل التسهيلات لدعمهم ومساندتهم فهذه القاعة تأتي ضمن خمس قاعات تحتضن ألفا وسبعة وأربعين ناشرا من ثلاث وخمسين دولة يقدمون العديد من الكتب والروايات والمجلات بأسعار وتخفيضات مناسبة نحن نقدم كتب في جميع المجالات تربوية واجتماعية وعلم نفس وإدارة واقتصاد وسياسة وتاريخ ونهتم بالكتاب المترجم أغلبية الكتب عندنا الكتب المترجمة معرض القاهرة فرصة ممتازة للتقاء مباشرة ما بين الناشرين وجمهور الكتاب لأن في المعتاد نحن نلتقي بالجمهور من خلال وسيط المكتبات فالمعارض دايما فرصة جيدة لأننا نعرف رد فعل الجمهور العادي على الأغلفة على المحتوى على الأسعار ونجري حوار مباشر معهم بيفيدنا في تطوير عملنا إقبال الآلاف من الجماهير على المعرض يعكس اهتمامهم بالكتاب وتقديرهم للرسالة الثقافية التي يقدمها المعرض الذي سيظل يستقبل زواره حتى السادس من فبراير القادم ليكتمعوا تحت شعار المعرض على اسم مصر معا نقرأ نفكر نبدع